موسيقى اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري وحالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي اكلة امي النهاردة من المطبخ الهندي ولكن الكلام مش هيكون هندي الطعم هيكون هندي بخفة دم مصرية هتعمل لنا اي شيء في النهاردة معانا تشكيلة من الخضار من خير ارضنا اذا كان بصل او كوسة او بطاطس او فيليف لملونة وهنعملها طاج الخضار مع اللحمة ويخش بالعجينة كده متغلف وزي الفل يطلع نقدمها على الصفرة بتاعتها معانا كمان الحلو النهاردة هندي البفارة كساري من المطبخ الهندي يعني الزلابية بالسميت هنشوف نعملها مع بعض ازاي لطيفة وجميلة بدل ما بنحط على السميت زبادي في البسبوسة المصرية من المطبخ المصري بنحط عصير منجة ونشوف ازاي نعملها مع الزعفران وبتاخد طعم الحبهان بتبقى لطيفة وجميلة ممكن تاخد جزء الهند حسب الرغبة معانا النهاردة الطعمية الهندي اللي هي البكورة الطعمية احنا بنعملها في مصر زي ما حضرتكم عارفين واحنا خبراء فيها بتتعمل من الفول المتشوش او من الحموس المتكسر من المطبخ الشامي اخوانا في الهند بيعملوا البكورة والطعمية بيعملوها من البطاطس المبشورة ولكن ما يستغنوش طبعا عن الفول المتشوش الناعم او الحموس المتشوش الناعم ده لازم يخش في البكورة من المطبخ الهندي اللي هي الطعمية؟ هتتعمل بالبطاطس المبشورة مع الحموس المطحون وتاخد طبعا بصل وتاخد كزبرة نشفة وتتحمل في قلب الزيت بيتقدم معها صلصة لطيفة جميلة من الطمر الهندي المعصور اللي موجود معنا ده كده اسمه طمر الهندي احنا كلنا نشاموا في رمضان الشهر الكريم كل عام وحضراتكم بخير اهو ده طمر الهندي هناخده ازاي ونعمله صلصة لطيفة نقدمه مع البكورة من المطبخ الهندي خليت لحفاصل لان النهاردة المطبخ زحمة وفيه تفاصيل كتير وفيه الغاز كتير علشان نوضح لحضراتكم المطابخ كلها واحد في انحاء العالم ده من نأمة ربنا على الانسان ولكن اللي بيفصلها تشكيلة من التوابط طريقة الاعداد طريقة التنفيذ خفة الدم المصرية اللي بيعمل اكل كل المطابخ ولكن بخفة دم وطعمه مصري اوه اتراهوا بعيد تابعوني بعد الفصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفصل ولكن بنستازل فرسان التليفزيون المصري لاستاذ المصورين والاخراج الجميل المبدع اللي معنا نستعرض مع بعض ايه مشترياتنا النهاردة عشان نقدر نخش المطبخ الهندي بقلبي جامد وزي ما قالت كوكب الشرق واسكن خطواتي يمشي مالكا معنا لحم كندوز اوضاني متقطع نسبة الدهون تتعدى لعشرين تلاتين في المية معنا كزبارة خضرة دي لطيفة وجميلة طمر هندي ده من اي سوبر ماركت عن ناسيا معنا بصل وتوم من خير ارضنا العالم بيحسدنا عليه حاجة لطيفة وجميلة بطاطس مبشورة ومعنا الحموس الشامي مطحون وهو يابس نطحنه ازاي في قلب كبة بلاش ممكن تطحنيه تبليه زي كانك هتعمل طعمية او فلافل سوري وبعد كده تطحنيها بالهون مفيش اي مشكلة ومعنا حبيتين منجة وعصير منجة ومن البسلة والجزر والبطاطس وشوية كوسة الخضار بتاعنا من خير ارضنا حلوة واستميتي النعم طبعا علشان عمل البفارة او الكسارة من المطبخ الهندي انا مش عايز حضراتكم تركزوا في الاسم لانه غريب شوية ولكن حبيت اوضح الماتيريا البتاع عشان اقول لحضراتكم ده كله موجود في مطبخنا ولكن هي مسميات بس تعالوا نبدأ باول حاجة طبعا طاجن اللحم بالخضار من المطبخ الهندي هنعمله مع بعض ازاي وياخد الطعم الهندي ولكن بخف الدم مصري اللحم ومعنا بصل ومعنا تشكيلة من الخضار ممكن بتنجان ممكن كوسة وتوم وجنزبيل طازة مفروم ومعنا من الكاري معلقتين ومن الكمون معلاء والفلفل الاسود والفلفل الحار وما ننساش طبعا معلاء من جوز الهند ومعلاء من الحلبة المطحونة النعمة في قلب الطاجن لازم الطعم يبقى هندي عشان احتراما للشعب الهندي اللي بنوجله تحية كبيرة من ارض ام الدنيا مصر الحل على النار تسخن جيدا بنستخدم المادة الدونية حسب الرغبة ممكن يكون زيت زيتون او زبدة او سمنة اخواننا في الهند مش تفرقش معاهم انا هستخدم زيت زيتون اقو اسيب زيت الزيتون يسخن شوية نكونوا جاهزنا البهارات بتاعتنا ونسأل مع بعض هل الكاري ودائما بسأل السؤال ده لما بتيجي سرتي الكاري هل هو عشبة او شجرة تتزرع في الهند ولا تركيبة موجودة عند العطار اللي يعرف اجابة السؤال يتواصل معانا ويفيدنا الكاري عشبة او شجرة مزروعة في الهند على نصف الشارع هناك في الهند ولا عند العطار هنا وبيجوا الناس ياخدوه وكل الشعوب تاخدوا من عند العطارين بتاعنا اللي موجودين في مصر في وسط البلد الكاري ايه هو عشان نعرف مع بعض ونبدأ نشتغل في الاكلة بتاعتنا كده باللطافة والبساطة نبدأ اللحمة الاول نشوحها كده في النار لانها تاخد شوية وقت بالشكل ده كده لحم ضاني او كاندوز زي الفل العدر الزماري ده يخش جواها نعم يوصلش فيه لا انا مش هجاوب عالسؤال اللي هجاوب عالسؤال السادة المشاهدين اللي هتواصلوا معانا ويتصلوا دلوقتي يقولول الكاري عشبة ولا تركيبة من البهارات او التوابل حلو الكلام وايه البطل ازا كانت هي تركيبة من التوابل انا مش عايز بس اخش في الاجابة ايه البطل او ايه الاساس بتاع الكاري تركيبة لا اتا عايز الايجابة ولا بتسألني لا 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 اصلا معرفش ما الله العظيم اتا عايز يعرف نعم الله هيناور السادة الحابة السادة الحابة بتقول دي شجرة مزروعة على ناس تشرح في الهند سد اسمعوا شجرة هكيبة عشان نعرف اسمها اهي يعني، يعني التوابل هي اللي بتنقلنا من مطبخ لمطبخ عايزين مروح المطبخ السئدي الجميل بناستخدم الكمون الكسبرة اللطفة البصل التوم عايزين روح الاسين شفتو من السئد للسين بنستخدم السويا طوص وزيت السمسل بس خلاص كأنك في الصين سياسوس وزيت سيمسل رحنا الصين رحنا كوانزو وكاننا الأكلات المشهورة في المطبخ الصيني واستخدامهم طبعاً لكل أنواع الفواكه واليابانيين في الأكل بتاعها لهم كده يعني ثقافة في الأكل لطيفة وحلوة واحدة طبعاً بنعملها دلوقتي وعندنا في مصر وفي كل المحافظات بدأنا أن احنا المطاعم الأسيوية تنتشر والسوشي والأكلات من المطبخ الياباني والمطبخ الصيني واستخدامنا للصيع سوس وزيت السيمسل في الأكل وده ثقافة حلوة اللي بتدقلنا من مكان لمكان وهي اللي بتتواصل وهي اللي بتدقل ثقافات العالم كله المطبخ اللحمة تتشوى عن نار كده الشكل ده كده أكون قطعت الخضار وشوحته وإحنا شغلين مع بعض بنانشة كده آآ كنت بقدم شوية التمر الهند اللي معايا ده كده هعمله صلصة مع البكورة وإحنا شغالين هندردش شوية ونتكلم عن ثقافة المطبخ الهندي الماتيريال بتاعه والمكونات بتاعته قريبة جدا وتقريبا يعني زي المصريين بالزبط كل الحاجات موجودة معنا بصل أغدر وفلفل حار وتوم وجنزبيل ولكن الطريقة نفسها بتختلف اللي إحنا بنعدي بها الأكلة آآ ده بصل هيتقطع شريح ينزل على اللحمة وهي بتتحمص ونستخدم البهارات بتاعتنا لها بالشكل ده كده عايزة تخش المطبخ الصيني خش بقلبي جامد جيب شوية سياسوس وزيت السمسم وسمسم وصلصة المحار أو معجون الطماطب بتاعنا اللطيفي الجميل ده كده بنحط عليه معلات سكر ويبقى كده دخلنا المطبخ الصيني وعملنا أحلى أكلات من المطبخ الصيني بنمسك اللحم نتابله بالنشا والسياسوس وزيت السمسم وشوية توم وشوية جنزبيل ونحطه في التلاجة يتحمر اللحم يبقى مجدد يعني مقرمش كده في الآخر بننزل عليه بالخضار اللي إحنا حابينه عينية نطلع فاصل هنقلب تشكيلة الخضار البصل مع اللحم كده ونسيبها هتاخد وقت شوية بالشكل ده كده بس خلونا أنزل بالكاري عليها عشان اللحم ياخد طعم الكاري عينية سؤال حلو جانا على السوشيال ميديا دلوقتي ايه الفرق بين الكاري والكوركم هجوا على السؤال ده بعد الفاصل لأن الإجابة يعني يطول حديثها الأمانة يعني وفاها شوية خبرة طهوية الفرق بين الكاري والكوركم اهو تروحوا بحيث تبعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل الروايح مطبخ هندي طالما الكاري دخل في المطبخ والفلفل الحار يعرفوا على طول كنت زمان طبعا وانا في السعودية الهنود يعني في الدول العربية بالذات معروفين يعني بالأكل بتاعهم هندي بس وتطالع كده العمارة تعرف ان فيه هنود هنا من ريحة التوابل على طول اذا كان البرياني او الماندي ده طبعا لازم ياخد التوابل الهدائي طيب كده الخضار بيستوي على النار هنسيبه يستوي على النار لان احنا لما نعمل طاجن الخضار بالكاري لازم الخضار يستوي الاول وبعد يتبع نحطه في طاجن ومعانا عجينة العجينة دي طبعا بالتعامل من الدي والبيت وبتاخدش خاملة بتاخد بك المودر وفي الاخر بنغلي في الطاجن ده بالعجينة الحلوة اللطيفة دي كده نحط عليها شوية حبة البركة مع معلقة زبدة وانت خالها الفرد بتبقى لطيفة وحاجة حالو الكلام عشان نعرف التفاصيل بتاعتنا الحلقة شغالة ازاي هشوف دلوقتي مع حضراتكم مقادير البكورة البكورة يعني الطعمية من المطبخ الهندي مقاديرها على الشاشة هنشتغل فيها ونشوف تفاصيلها وناخد يلا البكورة البخرج بيسألني فين البكورة دي البكورة دي يعني البطاطس المبشورة اه اي اخليها زي ما هي لغاية لما نشوف مقاديرها وعصير منجة ومنجة المنجة هندي اه منجة هندي ومعانا زعفران ومعانا بيكن بودر ودي ايه الحمص مطحون حالو الكلام وبصل طبعا مبشور ويفصل من التوم وبصل اغدر بتاعنا المصر اللطيف الجميل وكسبرة ناشفة مطحونة نفس المقادير بتاعت الطعمية او الفلافل السورية حالو الكلام تعالوا شوفها نعملها مع بعض ازاي وهنقدم معها صلصة الطمر الهندي اللي هو الطمر الهندي المنقوة مع الكسبرة الخضرة البطاطس هنا هنبشورها واحنا شغالين مع بعض اه دي بطاطس مبشورة بدل الفل المتشوش هتاخد حمص مطحون دلوقتي ونشوف نعملها ازاي وانا حبيت ابشر البطاطس على الهوى عالل ولماذا برضو التركاية ايه هي لا يا سلام عليك يا استاذ رحاب البطاطس لما انا ابشرها على الهوى مباشرة بستفيد بالنشويات اللي بوجودة فيها عشان النشويات دي هتلعب دور البطولة في التماسك وتكون هي اللي مسكة الخليط كله مع بعضه اما لو انا عملتها من قبل كده هتفقد النشويات اللي موجودة فيها اه تلاحظوا ان انا بشرتها لون مختلف غير اللي كانت بحطتها في المياه ولكن البطاطس مش عايزة لونها يتغير وبتسودش حط عليها شوية ملح هنحط دي الحمص اه على البطاطس دي حمص اه حلو الكلام هنحط كمان يا عم الشيف شوية دي دورة دي بقى بتشيف المغاز اه الطعم هنحط بيكن بودر موجود معانا اه حلو هنحط بصلة مفرومة ناعم موجودة معانا اه دي البكورة طعمية الهندي هنحط فاسي توم مفروم ناعم اه هنحط كزبرة خضرة مفرومة بالسكينة ناعم اه لا مش هنحط شبت هنحط بنعمل خلطة محش كرومب حلو الكلام هنحط كزبرة نجفة اه عاضر انت اخراجيا مبدع يا شفية متعلق اما طهويا اه مصور بقول لي مش هنحط بتاع ده اه لا دي دي طعمية هندي بيحطولها كده شوية بوهرات هنحط الكاري بتاعنا اه بيبقى فيها الطعم الكاري نحط شوية شطة شوية بيحدش يأكل منها حلو ايه تاني عمشيف اه 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 مع لقسنة بعلات سكر زغيرة كده الملح بتاعنا انا هعملها دلوقتي وعجنة وخليها على جنب كده لمدة عشر دقايق علشان كله يتعرف على بعضه حلو قوي ونعجن العجينة دي عمشيف نبسع كده عشان تبلح ادركوا هقولت انا انا عملت ايه بسريعا كده بص بطاطس مبشورة بطاطس مبشورة ويفضل ان احنا مبشورها وقت ما نستخدمها على طول عشان نستفيد بالنشويات اللي فيها ونحط على البطاطس المبشورة دي عمشيف اربع معالي يعني نص كيلو بطاطس ياخد اربع معالي دي ايه الحمص المطحون الناعم او اللي انت جرشاه في قلب الخلاط او اني انت بليتي الحمص وبعدين كسرتيه ما فيش اي مشكلة ونحط بصلة مبشورة او متقطعة بالسكينة ناعم ونحط فاصي توم مفروم ناعم اهو زي ما انا شغال كده اهو ونحط كسبرة ناشفة كسبرة خضرة اهو بهارات نكاري ملح فلفل والسؤال اللي كان قبل ما نطلع الفاصل تسألنا سؤال ايه الفرق بين الكاري والكوركم ام احمد ننتظر الايجابة من ام احمد يا ام احمد ازاي الله يسلمك ازاي كشير الحمد لله رب العالمين يا ام احمد اكل يعمله الجميل ده ام احمد انا سألت سؤال ايه الفرق بين الكاري والكوركم الكوركم دي حاجة لوحدها انما الكاري في كوركم ومجموعة توابل الله عليك ام احمد شطرة شكرا بوجيلك تحية كبيرة يا بم أحمد أكيد شطرة في المطبخ يا بم أحمد طيب العجينة أنا عجنتها طبعا هي جاهزة كده للتحمير ملاحظين عاملة زي عجلة الفلافل السورية مش التعمية بتاعتنا المصرية التعمية المصرية بتبقى طرية العجينة شوية وواخدة لون خضار شوية دي واخدة لون بس ازاي اهي الحمص اللي بتتعمل من الحمص او الفلافل السورية اهي احنا بقى هنعمل ايه هنسيبها شوية وبعد كده نعملها بالشكل ده كده وتتحمر في قلب الزيت وتتحمر في زيت سخن ويتهدى شوية الزيت بعد ما نحطها اهي اهي دي البكورة من المطبخ الهندي ولكن بخف الدم مصري اهي حالو الكلام هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف التركاية ازاي نقدم البكورة مع صلسة الطمر الهندي المنقوع وبعدين بتدخل له كسبرة وتوم وعصير ليمون اوه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تعالوا نشوفوا مع بعض الشي بيعمل ايه في الفاصل طبعا وقتنا مندهب لان احنا عايزين ننتج ونشتغل ما نقضيهش كلامه بس اللحمة استوت والخضار استوى تقريبا تلت تربع سوى تشكيلة من الخضار لطيفة يتصدرها الفلفل الحار مع كوسة وبطاطس وجذر والطعم كده او زي الفل واسيب الطاجن ده يبرد شوي ليه يا شيف عشان لو انا حطيت والله العظيم انا بديكم من قلبي وبتكلم مع حضراتكم كل مش بابخل باي حاجة في حاجات وفي تركاز غيرها اي مكان مالهاش اي لازمة في ان انا اقولها ولكن بتلعب دور مهم جدا في نجاح الاكلة لو انت جبت عجينة دلوقتي وفردتيها على الطاجن ده هو سخ العجينة هتسقط منك وتفك منك لانها تتعرض لدرجة حرارة عالية جدا فبتعمل طاجن زي ده كده وعايزة تدخلي الفرن سواء طاجن مكرونة سليسيان او طاجن لحمة بالخضار او طاجن فراغ بالخضار ايا كان لازم تسميه لما يبرد خالص وبعدها تفريد عليه العجينة اللي انت حبها وتغلي فيها بحبة البركة والدخلها الفرن ما ينفعش حط عجينة خالص دلوقتي غير لما تبرد عشان كده هخليها على جامل حلو الكلام حلو الكلام نجي للبكورة اللي الشيف ستضعنا فيها دي كده لازم تتحطي بالشكل ده كده اهو شفتوا العجينة وناخد بعضينا ونحمر في الزيت الطعمية الهندي حلو الكلام وانا بحمر بقى نتكلم عن تفاصيل الاكل الهندي لانه هنعمل حاجة اسمها البفارة الكساري اللي هو البسبوسة الهندي اللي هي مكوناتها سيميت نعم وجوز الهند ولوز مطحون وسكر وعصير منجة انا بعمل طعمية سورية دي طريقة للتحمير هم بيحبوها بالشكل ده كده طعمية هندي سوريا نعزف طعمية هندي هم بيحبوها بالشكل ده كده احنا ممكن نعمل حاجة بقى حلوة نعملها زي بتاعتنا كده اهي شفتوا بس انا خلونا نعمل شوية كده احترما للشعب الهندي عشان يعني لما بعمل اكلة من اي مطبخ في العالم لازم تاخد الشكل والبرزنتيشن بتاع البلد نفسها احترما للشعب طبعا وللناس اللي هم اصحاب فكرة عمل الاكلة اهو 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 مكبس جامد ليه علشان انا عايز الزيت يخش جوه البطاطس اهو 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 حلو اهو دي البكورة من المطبخ الهندي هقول مكوناتها تاني وانا عجبني بالامانة مكوناتها لانها قيمة غزائية عالية جدا سواء الحمص اه اللي موجود فيها وده منتج جيد جدا للبروتين النباتي الامن سواء البطاطس كاربوهادرات ونشويات مهمة جدا والنشويات اللي موجودة في البطاطس بتمتص السموم اللي في الجسم سواء البصل اللي اخدر اللي انا مقطعه في قلبيها سواء الكزبرة الخضرة سواء البهارات بتاعتنا الكاري مفيد جدا بينشط الدورة الدموية وبينشط طبعا الكولون وكل حاجة في المكونات دي مهمة جدا ومفيدة جدا الكولون عايزة تريحيه كده وتخليه هادي ما تستخدميش في الاكل بتاعك توابل وبهارات وشطة انا حبيت بجد عشان الطعمية بتاعتنا المصرية عملت الشواء دول بالشكل ده كده وتاخد الشكل ده كده اه عملتها زي الطعمية بتاعتنا وهنا البكورة بتتحمر في قلب الزيت اه شايفين نبص عليها اه يا ساتزيتي المصورين في ارسان التليفزيون المصري اه البكورة الهندي بخفة دم مصرية عيمة في قلب الزيت بتتحمر هنعمل لها الصلصة الهندية اللي هي طمر هندي مخلوط بكسبرة خضرة وفلفل حار والتوم وعصير ليمون حلو الكلام؟ اه بتفكرني بالكشنة اللي بتتقدم مع الكبسة من المطبخ السعودي حلو الكلام؟ او صلطة الدجوس من المطبخ السعودي اللي هي عبارة عن طماطم بتاخد نعناع والتوم وعصير ليمون هنعملها مع بعض كده سريعا اه اللهم مصلى عن النبي اه زي ما تحب انا عدلوقتي كمان البفارة ده نوع من انواع الحلويات المشهورة في الهند السريعة يعني زي الزلابيا بتاعتنا عندنا كده زي البسبوسة اي مكوناتها قريبة بالتعمل بسبوسة من المطبخ المصري سيميت ناعم جوز الهند الغريب بقى ان فيها عصير منجة وكتع منجة في قلب البفارة الكساري اللي هي تستوي كلها مع بعضيها وفي الاخر نقوارها كده ونزينها بجوز الهند ونقدمها تبقى لطيفة وجميلة والميادير على الشاشة بسيطة وفي متناول الجميع اللي هو سميت ناعم عصير منجة كتع من المنجة جوز الهند سكر وزعفران موجود معنا وحبهان طبعا تاخد الحبهان وتاخد اللوز او الفوزدو الناعم انا بعمل الصلصة بتاعة البكورة اهو كسبرة خضرة حالو اشيله منها خالص اهو حاضر اهو اشيل ده ده بس انا عايزه يبرد شوية يا استاذي مخرج الجميل وحط عليه العجيلة وعدا تخيله الفرن يجي تحمل اهو دي الصلصة كسبرة خضرة اه كنت فين من بدري بقى قليلي بقى انا جاوبت على السؤال ده طيب اللي استاذي بتحب تسأل ليه ما حطيتش العجينة على الطاجن بمجرد ما طلع من النهار حاضر حاضر يا غالي انا بس عايز مصفة كده عنية اه ده تعايز تشوف الصورة الحلوة طيب قول معايا كده الصورة الحلوة بخف الدم المصرية تتحدث عن نفسها البكورة اه 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 بكورة التجنة اه 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 سمعانوا الصوت ده كده صوت الارماشة السر هنا ان نحط بيكن بودر عديه قبل ما نخلط بقية الميادير ونسيب العجينة لمدة عشر دقايق قبل ما نحمرها اه 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 احسن من اللي بيعملها الهنود وعملت شوية هنا شبه الطعمية بتاعتنا بالزبط هحمرها بعد ما شيل دولت من قلب الزيت تعالوا نعمل الصلصة اه اه كسبرة خضرة تم فلفل حار عصير الطمر الهندي اه 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 الله كيس طمر الهندي هتلاقيه في قلب التلاجة في الدراك بتاعتك في المطبخ موجود عندك من شهر رمضان اه اه هتجيبيه وتعملي اكلة جديدة لولادك النهاردة مش هتكلفك ثلاثة تعريفة حبيتين ثلاثة بطاطس هتبشروهم تحط عليهم بصلة مبشورة معلقة بيكن بودر من انت جايبالي الكيكا وتقلبهم مع بعض مع معلقة كاري بوهاراتك ملح وفلفل قرن فلفل حار لو حبة وتبقى عملتي اكلة بطعم جديد وبشكل جديد كل ده مع بعضه انا اجربه في قلب الكب دي الصلصة اللي تتقدم مع البكورة اه الحلو بش ياخد مني يعني وقت كبير عشان كده انا عايز اعمله في الاخر يا نعم طلب جماهيري اه عايزين مني اعمل اه اني حاضر طلب جماهيري هقوله بعدين بس يا خلنا نشوف الطمر الهندي ده اخباره ايه معنا حاضر 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 بس تكل عشان مرش دي اتا هش لديفك اه موسيقى 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 تمام خلس الكلام اه حلوة بتبقى يعني سمايسي ونغمس بيها البكورة تغرفها بقى كده في طبع حلو للتعديم جنب الايه الاكل بتاعنا وعلى فكرة ممكن تجربيها وتعمل تحطش معاها فلفل حار لو انت مش عايزها فلفل حار حسب الرغبة يعني اه اه لازم هي كده فيش اي مشكلة ولكن لما بنعمل اكلة زي ما قلت لحضراتكم لازم نعملها بالتتش الهندي وبالشكل الهندي علشان اخواننا في الهندي لما يشوفوا الحلقة يشوفوها تبقى لطيفة وجميلة انا حطيت شوية طعمية اه هندي بالشكل المصري بتاعنا بنفس الطريقة دي كده عشان لما حد يجينا من الضيوف نعملها مقلب يعني نخليهم ياكلوا الاول بعدين نسألهم ايه ده اه دي نقدمها كده لأ طعمها حالو هتلاقى مستوية من جوه كده والكزبارة الخضرة في قلبيها والبصل لاخدر والفلفل الحار هنقدمها هنا كده نشيل ده من هنا بقى عشان افرد عيني معقولة ياوي ليه ها الوقت تبعد بسرعة لما الواحد بيشتغل بنقلبه والكلام ده في اي مكان في الدنيا لما بنقعد كده ونقضيها قعاد تلاقي الوقت كبير وقولك الوقت بعدش ليه والوقت مش بيجري ليه اه 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 هعمل ايه دلوقتي هفرد العجينة احطها على وش الطاجن بتاعها بسرعة اه اه شيله وسع الديني دي كده واجبنا الشابة دي كده عشان ايه الفكرة كلها ان انا ازاي اشوف العجينة على وش الطاجن اه اللهم صلى عنك اه العجينة لازم تكون رؤية عشان ما تاخدش وقت كبير في السوا بتبقاش مع الجنة وتفرديها على على شكل الطاجن او نفس بقاس الطاجن اه حلوه اه ونطلط على الاطراف دي كده الله ما صلى عن نبت اتحط هنا كده اه السؤال اللي تسألناها من شوية ليه ما حطتش العجينة على الطاجن مباشرة عشان لو انا حطيت العجينة عطاجن مباشرة دلوقتي وهو سخن العجينة دي هتقاطع مني اه طيب لو شوف الطعمية اه جبها لي شوية زيت زيتون كده عشان نحط حبة البركة اه عشان ده يخش الفرن العجينة تتحمر بس اه ممكن تحط سمسم زي ما انت عايزة اه ممكن تحط كمون حصى زي ما انت عايزة ممكن تحط كسبرة ناشفة زي ما انت عايزة هندخل ده الفرن اه ده المطبخ انك تنوعي وتغيري وتحطي تركاية بتاعتك وافكارك انتي اه يسيب الطاجن يستويه بسرعة كده عشان نشوف اهو زي الفل تماما طيب تعالوا مع بعض سريعا كده نعمل الحلوة بتاعنا اه عناية حاضر يا فندي بيقول الصلصة فينا عاجبك انت الطمر الهندي اه 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 جنب البكورة نحط هنا ونغمس هنا ونأكل بقالف انا وشافة بسرعة كده عايزة اعمل الحلو ده كده السميت النعم الحلو ده بس هنحمر السميت في قلب السمنة وبعد كده هنشوف ازاي نعمله اه حلو الكلام اه ومعالتين سمنة بلدي نعمين زي الفل هنخلص باذن الله مع بعض اهو السمنة دي كده بس ونحمر السميت ده في قلب السمنة تحميرة حلوة ايه فكرة الحلو ده فكرة الحلو ده كأنك بتعملي حلوة الجبنة من المطبخ السوري او المطبخ الشامي اللي هو السميت بيتحمر او الجبنة بتتنيعف ومية وبعد كده بتخش عليها السميت وتتقلب على نار هادية وتتفرد العجينة اللي هي عجلة الجبنة مع السميت وتتحش اجتا بلدي وتتزين طبعا بمربط الظهر او بالفزدو الحلب ده فكرة حلوة الجبنة اما هنا الفكرة نفس الطريقة تقريبا قريبة احنا بنحمر السميتة هوت في سمنة بلدي بياخد شوية فانيليا بياخد حبهان ناعم ممكن نحط سنة بابريكا وهنحط شوية زعفران حلوين اهوات معانا وبنعجن العجينة دي بعصير المانجة مش بزبادي او بنعجن العجينة تاني بايه بعصير المانجة المضروبة عندي في الخلاط بنجيب المانجة بناخد الفصوص بتاعتها وينضرب معانا في الخلاط او وممكن نحط معاها شوية فزدو نحط معاها لوز زي ما احنا عايزين حلوة ده فكرة الحلوة عشان نبقوا عارفين ازاي مع بعض لان الوقت ما بيسعفناش بنبقوا عايزين نعمل حاجات كتيرة ولكن محتاجة الوقت كتير وبقدر الامكان انا بكتهد علشان اعمل كل حاجة حضراتكم حابين تعرفوها وبتسألوها على سوشيال ميديا او بحمر السميت في قلب السمنة بحطول شوية حبهان عشان تاخد طعم الحبهان ابدأ اشم ريحة السميت كايني بعمل عصيدة البفارة الكساري من المطبخ الهندي بخفة دم مصرية البفارة الكساري من المطبخ الهندي بخفة دم مصرية تحمير السميت جيدا حتى الاحمرار او ونحط عليه الحبهان ونحط عليه شوية سكر حاطت معلقة زعفران هنا هنشوف لونها دلوقت لما ننزل بعصير المنجة عليها او او الله حلوة وننزل بشوية السكر بتوعنا وشوية جوز الهند حاضر هخلص والله وجري دلوقت او جوز الهند او زي الفل تحميلة كده بسرعة ناخد الخلطة الحلوة دي كده في قلب بولة عشان بس نشوف فكرة الحلوة ده كده البساطة والسهولة فيه او ناخد السميت ده زي ما هو كده اهو خلاص السميت انا استوى بنحط عليه عصير المنجة حلوة اوي ونقلبه اسمه ايه الحلو ده يا شيف اسمها البفارة كساري من المطبخ الهند نقلب عصير المنجة مع السميت اهو هيخش النار تاني لا ربنا كفينا شر النار ده هيتكور على ايدي كده زي جوز الهند حلوة جوز الهند او زي داود باشا عشان اعرب لك المسافات ونقدمها باردة تبقى حلوة اوة على فكرة اهو اهو دي كل ما نحط له عصير المنجة السميت هيشربها اهو اخدت لون الزعفران ولون عصير المنجة اهو اللي راح الهند هيكلها بنفس الطعب فيها جوز الهند متحمصة وجاهزة هسيبها على جنب كده وهعمل واحدة مع حضراتكم ان شاء الله قبل الحلقة ما تخلص عشان السميت يشرب الخالطة تعالوا نطلع الطاجد اللحمة بتاعنا من الفرن اهو اللهم صلى على النبي صلى على الحبيب قلبك يطيب للعجينة عايزها تتحمر اهو واتحمرت الحمد لله الله ما صلى على النبي اهو يلا حبة البركة طبعا على وش العجينة ايه الجمال دي عم مش شيف اهو يلا شوية خضرة كده عنية اهو وانا باختم وخرجنا الجميل واسد زيت المصورين حبايبي نجيب ازاي الشيف المغاز بيعمل البفارة كده وبيغرفها في قلب الطبق عشان البنوتات الحلوة اللي بتشوفنا تكون بتتبعنا اهو شلده هنا كده اهو مطبخنا النهاردة هندي والطعم هندي ولكن الكلام وخفة الدم مصرية بفارة كساري اللي هي حلوة جوز الهندي مع السميت النعم بلسامنا البلدي طاج اللحمة بالكاري واخد فليفر وطعم مصري عملنا طبعا الطعمية الهندي اللطيفة الجميلة اللي واخد البطاطس المبشورة واخد الفليفر الهندي بالكاري الكاري عشبة ولا توابل الكاري توابل بتتجمن عند العطار الاساسي فيها الكوركم هو رقم واحد رؤية فن ابداع بنشوفوا كل يوم على شاشة القناة الاولى من حول العالم منين يا مغازي من ماس بيرو موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة